موسيقى قام وزير الأشغال العامة المهندس عبد الرحمن المطوع بافتتاح المرحلة الثانية والرئيسية في مشروع جمال عبد الناصر بحضور قيادات وزارة الأشغال ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع المرور مشروع طريق جمال عبد الناصر هو مشروع ببساطة يحول شارع جمال عبد الناصر من طريق عادي إلى طريق سريع طبعا الطريق يمتد لحوالي المشروع بالكامل هو حوالي 18 كيلومتر كلها جسور طبعا جزء منها جسور وجزء منها طرق بالإضافة إلى خدماتها المشروع هذا حيوي جدا وراح يقلل الازدحامات وراح يفتح مجالات كثيرة وربط مع شوارع أخرى طبعا المنطقة هذه معروفة جدا بالازدحام خاصة أنها تمر على جامعة الكويت وتمر على الهيئة العامة التعليم التطبيقي وطريق المستشفيات اليوم ما عندنا تأخير في هذا المشروع هذا المشروع ضمن برنامج الزمني طبعا كذلك فكرت وزارة الأشغال أن نتقسم المشروع إلى مراحل لتسهيل استخدامه ارتباط المشروع مع شارع الغزالي راح يعجل تقريبا إلى يمكن منتصب 2018 المشروع جاء ضمن برنامج الزمني التأخير لا يكاد يذكر في هذه المرحلة يعني تقريبا تأخير حوالي شهر كذلك الأوامر التغييرية تم في هذا المشروع الجماعة بعد ما رجعنا معهم الموضوع الأوامر التغييرية راح تكون بالناقص يعني راح في توفير والله أنا أرى أن شبكة طرق في المرحلة القادمة إن شاء الله إذا استكملت الافتتاحات راح يكون فيه تسهيل جد كبير على المواطنين فيه معوقات لبعض المشاريع في الوزارة حقيقة إحنا عندنا بعض المشاريع المتوقفة نتيجة خلافات معينة واليوم إحنا سوينا حصر في هذه المشاريع وراح نبدأ لكل مشكلة نحل هذه المشكلة ما نبي مشروع عندنا متوقف موسيقى